السلام عليكم ورحمة الله وصفتنا لليوم وصفة تقليدية كنظن مائدة مغربية الخبز الفرن وصفة غنية عن التعريف حبيت نشاركها معكم فيها طريقة تقليدية اللي تعلمناها من أمهاتنا وجداتنا وفيها لمسة خفيفة المقادر ديالها بسيطة فحليك تشوفوا معايا 4 أكواب ديال دقيق الفينو 3 أكواب ديال الدقيق القمح الكامل ملعقة كبيرة للسكر ملعقة كبيرة للملح 4 ملاعق أو 3 أكبار حليب بودرات 3 معلق أكبار ديال الخميرة الفورية بيضة 4 كوب زيت زيتون والماء الدافئ لجمع العجين والطريقة سهلة تسويل جميلة يجب أن نخلق في كل المكتب الحلوة نضيف الضغط ونضيف الماء بدتيًا نضيف زيت الزيتون و نكمل العجن نضيف وصول القوام نضيف زيت الزيت نضيف زيت الزيت نضيف زيت الزيت نضيف الزيت نضيف مكان دافي كتخمر على راحتها يكون جو دافي تقريبا ما تاخد ناشي وقت طويل ربع ساعة نصف صاعي كتكون وجدت تبارك الله خمرت ضعف الحجم اللي لها يمكن نرجع مرات ام ثلاثة ضروري نفرغوا منها واللي فيها ونبدأ ونشكلوها الكوريات بحسب الضوق الحجم اللي كي وفق كل واحد فينا اما نقدروا نعملوا أصلا نقدروا نعملوا حجم عائلي يعني خبيزة كبار في حل يولفونا أمهاتنا الله يعطيهم الصحة اولا نعملوا خبيزات صغيرين يعني فرديين انا هنا اخترتنا نعمل جوج ديالاحجام حجم متوسط تقريبا استعملت الميزان غير باش نوضح لبساف ديالنس اللي كي سقصي وعلى تقريبا شحالك تخرج لي هاد العجينة شحالك تعطيني من خبزة اولا الخبزة قدشكي كل حجم ديالها اولا شحالكي كل وزن ديالها بنسبة للنس اللي كي يتبعوا حيمياء او بحل عيدا فأنا عملت هنا كوايرات الحجم ديالهم 150 للقرام هدا حجم متوسط حالي كنتشوفوا ضروري نرشوهم بالدقيق باش ما كتكونش ديال القشرة اللي كتتكون على الخبز وعملت الخبيزات الثانيين عملتهم صغيرين بالحجم ديال مياد الكرام سافي كنبداو باللولة نيال اللي كورناها كنا نطلقوها اما بالمدلك اولا كنا ننبسطوها عادي بيدنا دروري كنا نرشو بالدقيق انا استعملت الدقيق ديال القمح الكامل مش مكتلتسق مناشي بسطح العمل ومني نبغي وننزلوها في الصينية اما نكونوا فرشناها بالورق ديال الطبخ اولا كنرشوها واحدة الرشة يعني غزيرة وكثيرة بالدقيق عندما كتشوفوا صينية غرقتها بالدقيق سوف نقوم بسكين ونغطيوها تخمر من اللي تكون علي نخمرت سوف نشعلو لها الفران مسبقا هنا واحد شوية حبيت نزينو بالحبات ديال السمسم شوية غادي نزينو بالشوفان صراحة الماشي غي تزيينه وره زيادة حتى في الفائضة يمكن تستعملو اي حبوب متوفرة عندكم على حسب ضلقكم واللي كيعجبكم خصوصا بدكنا غنقدموهم هكذا لطياف ديالنا يعني كي يجيوا في الحقيقة من يدر مزيون حالي كتشوفو هنايا الفران صخمته على درجة عالية 400 و 55 فهران هايت يعني كي تجي تقريبا شي ميتين و 25 درجة سيلسيوس ضروري كتكون الحرارة عالية الخبزة ومشاء الله خمر نعملوه في الفران ونراقبوه هنا يا قلت قرأ نجرب الفران عندي وحد الفران دياله نينجا اير كريسب فيه الخاصية ديال الخبز هذا بالنسبة للناس اللي بغادي بعملو غير كمي يا قليل لتلوت ديال هاد الكمياء ديال المقادير اللي عطتلكم او غير غير النصف وديك السوينيدي ديال 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 ديكال الفرارين را هكا ترفضنا خمسا دلخميزات من ديكال حجم ديال مية القرام يعني لابغينا شي شي نهار ضغي طغية مزروبين ما نعملوش كمي يا كبر في حل اللي عطتكم او لا كبر من اللي عطتكم يعني كل يومها الحسبح احتياجاته فهذا كيفي بالغرض صراحة الحرارة دياله عملت على 425 درجة لانه مشي عالي بزاف فبالتالي لكانت الحرارة عالية يسخن بزاف ويقدر يتحرق الخبز من الوجه قبل ما يدخلو الطياب اللهم 425 درجة كافية وتقريبا مداش يوقس طويل يقدر يكون شي 15 دقيقة ما كم لاشي 20 دقيقة كان موجود و النتيجة هي هي سواء في الفرن ديال الغاز او لف هاد الفررن هادا فررن العاجب في حالي كتشوفوها هو الخبزة ديالنا وجدو جو سبارك الله شاشين من فوقين والديد من طبيعة الحال وحنا زدنا له الفايدة اللي زدنا له البيض زيت الزيتون وحليب البودرة وهانتمال الصورة خير دليل نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم طبعا كلامي موجه للناس اللي ماشي مولفين بالعجن يعني غزع موجه نورة ساهل ماهل ما يحتاجش يعني شي حاجات كثيرة ولا مقادير غريبة يعني كل شي ساهل ومن طبيعة الحال قبل ما تخرجوا ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باش تفاعلوا الاشتراك ان شاء الله واذا كنتوا بقي ما اشتركتوش هذه هي الفرصة وما تنساونيش من اللايكات ومن الشير وان شاء الله دائما على خير وبيخير والسلام عليكم ورحمة الله